في أسئلة كتير يا دكتور يعني مثلا في بعض الناس تقول تم إرجاع مليون و 800 ألف مواطن مرة تانية للمنظومة لحين إيه؟ لحين مثلا ما يتم مراجعة شبكة المعلومات أو البيانات؟ ولا المفروض أن المواطن اللي جاله تظلم قبل كده مفروض أنه يروح يتقدم بتظلم؟ دي مثلا فيه مهلة معينة علشان يروح يقدم تظلم؟ ولا إيه الوضع بالظبط؟ الوضع لو أنا طلع لي في الورقة اللي أنا تلقتها أن الورقة دي بتقول أنا عندي مؤشر من مؤشرات العدالة الاجتماعية مثلا فليكن سيارة موديل 2016 و أنا بعت السيارة دي بتاعتي ما زال عندي على قواعد البيانات مدونة أنها عندي مدونة هي مش قواعد بيانات التموين دي قواعد بيانات الدولة مؤسسة طوحة قواعد البيانات اللي أنا أخدها من وزارة الكهرباء قواعد البيانات اللي أنا أخدها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فما حدش يقدر يقول إيه؟ دي قواعد بيانات التموين دي قواعد بيانات الدولة من كافة الجهات والتموين حتى مجموعة من المحددات مع باقي أعضاء لجنة العدالة الاجتماعية على مجموعة من المحددات طيب المواطن يعمل إيه؟ يرجع تاني على المرور ويأتي بما يفيد أن هو السيارة دي باعها أو تنازل عنها أو خلافه وبيطلع يسلم هذه الشهادة إلى مكتب التموين بيتم حسف الخطأ أو التظل فأرجو من السيدات والسادة المواطنين اللي تلع له مؤشر عدالة الاجتماعية أن يذهب إلى مكتب التموين إحنا النهاردة بنعمل تطقيق وتصحيح للبيانات مرة يعني بالفعل حضراتكم أيمين بدور أنه من جانبكم بتنقحوا البيانات دي بنسميها data cleansing وخلي بالك تتكلمي على قاعدة بيانات ألف ولا عشر ألف وعلى طبعا لا ملايين فتتكلمي على قاعدة بيانات لكن الحس الاجتماعي العظيم لدى فخامة الرئيس بتعليماته أن رجع تاني كل من حتى تظلم بهذا التظلم لمكتب التموين وإحنا كنا في نفس التوقيت بنرجع اعتباعا من يتقدم بهذا التظلم كان قبل صدور مجموعة من القرارات اللي لها علاقة بالتموين كان التظلم من خلال الموقع الخاص بدعم مصر في ناس جالها مؤشر من مؤشرات العدالة الاجتماعية على الريسيت بتاعها وتقدمت بتظلم من خلال الموقع هل اللي تقدم بتظلم من خلال الموقع بس أكيد الموقع ما كانش بيتقبل مستندات يعني اللي قدم تظلم على الموقع الناس كتيرة جدا كتبت أنه أنا لا أمتلك كذا 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 فقط دون أي مستند يعني ماكش مستند عملت له تحميل دائما أفضل أن المواطن يذهب إلى مكتب التموين ويسلم المستند الخاص بمؤشر الأعدالة الاجتماعية اللي طالع له في الريسيت بتاع المنظومة إنما كان الناس بتخش على الموقع بتاع الدعم مصر وممكن كنت تعملي سكان للدوكومنت بتاعك وتبعتيها ولكن أنا أفضل أن الناس المواطنين السيدة المواطنين يذهبوا إلى مكاتب التموين لتصحيح ما هو خطأ في قواعد البانات ناخد مؤشر مؤشر بيا فندم ونشرح الناس تتصرف فيه إزاي أول حاجة واللي عاملة مشاكل كبيرة جدا مع ناس كتير الكهرباء صحيح الكهرباء في بعض الشؤاء ناس بتتظلم من فكرة إنه إحنا بيكون عندنا مثلا في المنزل الواحد ممكن يكون بإسمي أكتر من عداد ومش شقة أنا بمتلكها ده هي عدادات كانت بإسمي وأنا لا أمتلك الشؤاء حاليا وبيجي إجمال الفواتير أعلى من المعدل المطلوب وبالتالي خرقت من التموين أعمل إيه؟ أهلينا في الريف أهلينا في الريف بتلاقي رب الأسرة ومقيم معاه في غرف مختلفة الأسرة بتاعته وكل غرفة بتستهلك إنما العداد دوت بإسمي مين؟ صاحب المكان صاحب الشأن الأب كويس؟ فبالتالي هو محمل مش فقط بتكلفة استخدامه إنما بتكلفة استخدام بقية الأسر اللي هي متزوجة وخلاف وكذا دي معضلة لأن أنا عندي في قواعد البيانات اللي وردة ليا من وزارة الكهرباء إن هذا الشخص بيستهلك أو إجمالي استهلاك وكذا مش كده ولا إيه؟ طيب عشان كده بنقول لازم تقنين الأوضاع أنا النهاردة حاطت عندي عداد وعندي باقي أسرتي بيقيمه معايا وأسرتي ده متزوج ودي متزوجة فلازم يكون كل واحد يكون له العداد بتاعه عشان ما يطلعش في النهاية إن هذا الفرد أو هذا الشخص هو اللي يتحمل خروجه من الدعوة فمهم جدا أن الناس تبتدي تصوب هذه الأخطاء نحن كحكومة نقوم بتصويب لو هناك أخطاء في قواعد البيانات في التصفية والتنقية وخلافه أما في نفس الوقت يجب على المواطن أن يساعد الدولة ويتقدم بما يفيد أنه هو في هذا المؤشر في العدالة الاجتماعية مثلا أن تكون هناك أخطاء ولكن زي ما أقول حضرتك وزي ما حضرتك ذكرتي أن المشكلة إيه بتلاقي رب الأسرة قاعد وولاده قاعدين معا متجوزين وكل واحد واخد واصلة ومين اللي موجود الأب الأب اللي هو العداد بتاع المكان ده باسمه فطلع قراءة العداد لأن هناك أكثر من أسرة تستخدم فبالتالي الإستيلك عالي فبالتالي المنظومة بتاعة قواعد البيانات ما بتقدرش إيه تفرق لا ده هو إبراهيم عشماوي حجم الاستهلاك بتاعه سين بيدفع متوسط في الشهر قد كذا إعزف لأن كفيل أن مؤشر واحد من مؤشرات أو محددات العدالة الاجتماعية أن يتخارج المواطن خارج المنظومة فدي فرصة أن الناس تقنن أوضعها فرصة لإعادة التدقيق والنظر في قواعد البيانات ودايما بقول لن يودار مواطن هنلحق يعني في حد قال لي قبل كده يعني عبالما أنا مثلا أروح أغير العددات دي وغيرها بإسمي لا أقول لسه لسه بيصرف التموين بتاعه بيصرف الخبز ها شغال حياتي جدا يعني كل الناس اللي تقدمت بتظلمات وهي عن حق رجع بعد قرار فخامة الرئيس المليون وتمنمائة ألف اللي كانوا أريد تقدموا بتظلمات ولم يبت فيها لأنتي عارفة أما بتجمع التظلمات دي تتكبعي على أرقام كبيرة جدا فإلى أن ينظر في التظلم بياخد بعض الوقت إنما زي ما قلت الوعي والحس الاجتماعي من قبل فخامة الرئيس حتى لا يدار مواطن ظلما طيب في مثلا ناس عندها مشاكل مع شركة الكهرباء يعني مثلا استهلاكهم مش على قد الفطورة اللي جات لهم والفطورة دي معدية لحد الأعلى التموين حطاه في مشاكل ما بينه ما بين شركة الكهرباء يجب أن يتوافق مع شركة الكهرباء يعني لازم هيجب لي المستند والسند الذي يفيد إن استهلاكه الحقيقي كذا لأن لو أنا عندي على قواعد البيانات زي ما قلت أنه هو استهلاكه كذا كيلو واط بإجمال قيمة فلوس قد كذا هيتخرج بره المنظومة فعش كده بقول إيه هي الموضوع مش بالبساطة اللي الناس بتتصورها لأن قواعد البيانات كبيرة بتتكلمي على ملف بيهم كل الناس في مصر تمام؟ فعشان كده هو بيتم الصرف كما هو كافة المستحقات التمونية سواء سلع أو خبز بيتم صرفه الآن كما كان في السابق ولكن على المواطن أنه هو يصحح أو ضعه دي فترة للتقاط الأنفاس سواء من قبل الحكومة في تصفية وتنقية قواعد البيانات مرة أخرى والتدقيق فيها في نفس الوقت يجب على المواطن أنه هو كمان يساعد الدولة ويساعد نفسه مرة أخرى وأنه هو يقنن هذه الأوضاع في ناس مثلا بيبقى عندها في المرور العربية باسمها وهي بعيدها بتوكيل أنا عندي العربية في قواعد البيانات لسه باسم نانسي أو باسم برايب خلص مين اللي حتحاسب؟ نانسي أو برايب تمام؟ فلازم يروح أنه هو يصحح هذا الوضع نفس القصة في التليفون المحمول بتلاقي الأب جايب مجموعة من الخطوط لولاده لولاده وباسمه هو أنا عرف حد من الولاد أنا مش شايف حد من الولاد أنا شايف مين؟ الأب الأب عنده خمس خطوط إجمال استهلاك الخطوط داية 600 جنيه طيب أسألتني يا دكتور حاجة ليها علاقة بالكهرباء برضو إحنا قلنا لحد الأقصى للاستهلاك اللي خرجني من منظومة الدعم ألف كيلو واط تمام كده؟ طيب لو أنا عندي أكتر من عدد بإسمي بس ما بوصلش للألف كيلو واط هيتم حسفي ولا لأ؟ لا طيب نروح بقى لو ما لم تتعدي بالإسم إجمال الاستهلاك تبقى للمحدة دي بقى لأ؟ طيب التليفونات بقى ودي عاملة مشكلة كبيرة برضو لأنه الحد الأقصى قد إيه برضو الأول للتليفون المحمول 600 جنيه تقريباً ولا 800؟ 600 جنيه طيب فيه ناس بعتت شكاوى بتقول أنه أنا بستخدم التليفون في شغل يعني أنا كل شغلي بالتليفون يعني أنا مش بستخدمه رفاهية ده أدى من أدوات الشغل ليه أخرج من منظومة الدعم خلي بالك أنا معرفش بين بيشتغل بتليفونه ومين ما بيشتغلش بتليفونه خلي بالك النظام وقواعد البيانات ما بتعرفش تفاصيل بتعرف نتيجة تمام؟ فلأنك أنت بتعملي رانينج للبيانات دي مش أنت اللي بتعمليها ده الكمبيوتر اللي بيعملها إبراهيم النهاردة استهلاكه 700 جنيه بره بغض النظر بقى إبراهيم بيستخدم التليفون ده في الشغل أو خلافه مش كده؟ فالحاجات دي لازم تحل التليفون اللي بيخلص بيه شغله يبقى باسم الشرك أو باسم الجه آه يعني ممكن نحل الموضوع بالضبط أو يعني ممكن يبقى التليفون باسم الجهة اللي هو ينتمي لها هناك حلول كثيرة جدا في التعامل مع هذه المحددات من قبل المواطنين وزي ما بقول أنا أفضل لي أن أنا ما جيش على مواطن أكيد مش كده؟ هذه واحدة الثانية في ناس بره المنظومة يستحقوا الدعم أنا لو عندي الكفاءة المالية وعندي الموازنة بتاعت الدولة أنا نغطي المواطنين كلهم هنعم كل الناس بالضبط القاسي والداني بغض النظر عن حجم الإنفاق أو الاستهلاك أو الملكية بتاعته إنما أنا عندي عندي موازنة وعندي ميزانية وأنا عايز أعظم مقدار الدعم للمواطن يعني على فكرة الدولة مش هتقول والله لو تشال سين فإحنا هناخد باقي السين دي إنا ندخلها على الموازن الدعم أنا هسيبها زي ما هي بس بدل اللي كان بياخد سين هياخد سين زائد صاد فمين اللي هستفاد في المواطن في الآخر في النهاية المواطن الذي يستحق الدعم دايما كان المشكلة الأبدية أين يذهب الدعم يجب أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ديفاين عرف من هو المستحق للدعم باش كده أتينا بهذه المحددات الموجودة من قواعد البانات وقلنا يبقى هي الشريحة دي الأولى بالرعاية طيب برضو سؤال في موضوع التليفون ده جلنا من أكتر من حد الستمائة جنيه دول محصلة كل فواتير البيت ولا صاحب البطاقة بس صاحب البطاقة صاحب البطاقة بس طيب في بعض الناس برضو بتتكلم على أنه احنا مثلا مشتركين يعني أنا معايا خط التليفون صاحب البيت وعندي اشتراك تليفون أرضي وعندي انترنت مش عارف إيه أنا بتحسب على إيه بالزرعة هناك فاصلة هنتكلم على فاتورة التليفون المحمول المحمول بس فقط تمام خلاص عشان الناس تبقى مدريتها تصحيح المفاهيم آه فشكده بقول إيه واجب التنويه فأنا بتكلم على فاتورة التليفون اللي هي الفاتورة اللي بتتفحها كل شهر لو أنت الفاتورة الشهرية من شركات الاتصالات اللي المواطنين مشتركين فيها وحل مشكلة أنك بتشتغل بالخط أنك تحاول تنقل ملكيته للشركة اللي انت بتنكملها بدل ما هو الخط باسم المواطن لو هو طبعا ما بيستحقش الدعم وما بيصرفش دعم خلاص يغلي الموبايل باسمه يعني